بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاق ايف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج اللغة الانجليزية للصف السادس الابتدائي شرح وتوضيح حسب القرارات الجديدة فقرة القاموس اللي هو موجود بكتاب اللغة الانجليزية الملون بنهايته اوضح لكم اياه بهذا الفيديو شكرا الله ثم شكرا لكم لدعمكم وتجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحافزة المشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع زكاة العلم نشرح والدال على الخير كفاعله شكر خاص لابطالنا ومتابعينا الصدق هما جيش الانجليزية مع وائل نشكرهم سواء وحملة توصيل استاذ وائل 300 الف مشترك واشكرهم عليها وتفاعلهم كلش حلو كان بيها وتعليقاتهم كلش حلوة ومحفزة وتسواهز ويا رب الكل تتستفاد وكانت حاملة كلش نافعة بحيث يعني بيوم واحد صعدنا الف طبعا نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم لكم وان شاء الله هاي تعليقاتكم الحلوة طبعا شوفوها اللي هي كلها تسواهز وتحفز ويا رب تستفادون مو بس يعني احنا الغرض اهم شي انو الكل تستفاد بس حبيت تشوفوها تفاعل معتكم الحلو يخلينا يشجعنا انو ان شاء الله نستمر ونتواصل وياكم ونفيدكم بما يرضى الله سبحانه وتعالى وينفعكم ويصلحكم زين اسا نصيحتنا الابطانة هاي تعليقات كلها حلوة طبعا انا بصراحة ما لحق اتفاعلوا ياها اعتذر طبعا بس بسيك حبيت انو للذكرة حتى تبقى افد فيديو وكلها تشوفوها وان شاء الله منوصل لثلاثمية لها نسوي فيديو خاص نحتفل بي السواء ان شاء الله زين ذولي ابطانة وتعليقاتهم الحلوة المفروض اقترالكم اياها بس انت تقدر توقف الفيديو او تدخل هو على المنتدى انا داخل بالمنتدى مال القناة وتلقى بالكوميونيتي بصراحة كلها حلوة وكلهم ابطال بس ما عندنا وقت فاريد هذا الفيديو مخصص ودرد واضح لكم على القامس فبس هايتي للذكرة كلهم حلوين حبابين وابطال والحلو الاكثر انو اكودا يتعاونون اكودا يستفسر ويطلب فد شي او معلومة والبقية دا يردون ودا يساعدوه هذي احلى شي دا يعجبني بيها انو اكود تعاون واكود هواي دا يعقون تعليقات كثيرة ذول اللي دا يدعمون ودا يشجعون القناة تعليقات كثيرة مثل هاي شوف هاي ميسون علي مش تعليقات كثيرة كذا تحياتنا لكم يا ابطالي وميسون لكم ابطال وبقى تحياتنا احنا هواي ما شاء الله يعني نشوف انزل انزل بينها دا انزل عسر يعود دا انزل عسر يعود دا انزل عسر يعود وما شاء الله ربي يزيد ويبارك والفائدة عم والكل نشوفهم بأعلى المراتب ان شاء الله اوكي يا ربي الكل دا تستفاد بقى تشغلة احب انصح بيها اللي دا يجي جديد ودا يشترك بالقناة يريد يستفاد من عدها طالب مدرسة او طالب خارجي دا تدرس بالبيت فتدخل على قوائم التشغيل وتستفاد من الشروحات شرحنا لك منهج الاول متوسط كامل والسادس ابتدائي كامل وعدنا مفاجآت اخرى بس ما اعلن عنها الا تكتمل ان شاء الله وحسة حاليا دا ننشر بهاللحظات هاي دا ننشر ما يخص السادس ابتدائي مراجعة مركزة الهم طلابنا طلاب مدرسة اكثر شي لانهم احتاجيها فحتى يستفادون البقية هماتين وياهم اوكي اللي يدخل على قوائم التشغيل يدخل عليهم ويتفرج ويشوف اهم شي استدى ان نشركم على المراجعة المركزة تفيدكم من هنا هسة تخصكم بهالفترة وباقي المراحل اللي عندنا فيديوهات تخصها بس اللي يريد كمنهج كامل يدخل قبل اول متوسط هنا بانجليز اول متوسط يريد بس كورس اول يريد بس كورس ثاني يريد بس اسئلة واجوبتهم وكذا وشرحهم وابو السادس ابتدائي يدخل على انجليز السادس ابتدائي يريد بس ملخص واسئلة يدخل هنا ومرشحات ومراجعات اوكي اذني القاوم تشغيل كثيرة من توصل ان شاء الله تريد مانو تميزينها من وح تقدر تلقي زين وبعد عدنا اشياء لكم ان شاء الله هتفيدكم هسة بس خلي اوضح لكم عمد ننهي الفيديو هذا لانه مخصص للاستفسار عن القاموس واي كثير جدت اسئلة شنو القاموس اللي قالوا انلغه قالوا الداخل بالامتحان الوزاري مال هذي السنة الفين وعشرين الداخل بالامتحان الوزاري هو من يونت ون اليونت فايف ما داخل من الصفحة واحد لصفحة سبعة وخمسين فقط يعني من بداية الكتاب النص الكتاب هذا الكتاب الملون احتى رح تيجي تقرأ وتقلبها مين تبدي هذي طبعا البوك ماب هاي الملخص لليونت تقدر تقرأ بها تيجي كل هنا نيشوف المهمات تبدي هو المفروض مننا من يونت ون اوكي اليون الحد صفحة سبعة وخمسين داخلة ومطلوبة من عندك الفوقها هاي الريفجين ما اليونت فور اوكي هاي الريفجين ما اليونت فور هاي داخلة إذن منعد هناكو أسئلة هاي مثلا جدتي بالبكالوريا جدتي بالوزاري مالتختار what do we do what are we doing now تشوف now يشوف الفيديو ورا سنة سنتين ثلاثة ويقول هاي شون يقول باقي السنين بالظروف الاعتيادية المنهج يكون كلها كامل مبداية النهاية من أول صفحة لآخر صفحة من الغلاف لغلاف بس هالسنة حالة استثناية بسبب هاي الظروف الصعبة اللي نمر بها كلنا العالم كله ترى مو بس احنا مو بس العراق العالم كله داي مر بظروف صعبة وهاي الأزمة والوباء في unit 5 مداخل نص الكتاب مطلوب من عندك فرصتك للنجاح وللتفوق هالسنة كلش كبيرة استغلوها ويا رب الكل ناجحين فاستمننا بعد ما تقرأ هاي ما مطلوب من عندك لي وين رح تقرأ من بداية الكتاب الحد هاي صفحة 57 57 اللي هنا مطلوبة اللي هنا مطلوب من عندك أربع يونتات من يونت 1 يونت 5 مداخل ما مطلوب لتقرأ ما نريده زين هسا هذا هذا حاتشي للكتاب الحاتشي للكراسة شي يقول الحاتشي للكراسة أيضا نفس الشي من بداية بداية الكراسة لأن كل يونت إلى تمارينا الخاصة بي وكل هن مهمات ورجع لهن بس الأكثر أهمية رح أشرح لكم وركز لكم عليها بالمراجعة المركزة رح نسويها تجي ذني من هنا يبدأ الصفحة اللي هي هاي تبدي من الصفحة الرابعة بس تبدي كل شمد لين ينتهي الكراسة المطلوب لين ينتهي لأنهم هوايدا يسئلون وهوايدا تجي تعليقات واستفسارات ليوين أقرأ الكراسة الكراسة راح تقراها الحد الصفحة هذي يا بطل اللي هنا أنا مطلوب من عندك بيج 55 55 بالكراسة أقل صفحتين الملون 57 57 57 و الكراسة هذي من نسميها كراسة نشاط أسود وبيض بعرفها هذي الكراسة 55 unit 5 ما داخل بس هالسنة أوكي زيان بنهايت بنهايت الكراسة شأكو بنهايت الكراسة أكو هاي ما لألعاب هاي أصلا هي حتى بأي ظروف بأي دوام بأي عام دراسي هاي ما مطلوبة هي هيش للألعاب هذي زيان القاموس اللي إحنا دا نحكي عنه ودريد نفتهم لأنه واجتني أسئلة عنه شنو فكرة القاموس بنهايت الكتاب هاي مو جيت إسا بالغلاف مات النهاية مات الغلاف هذي تجي كلماته معانيهن ذني ما مطلوبات للامتحان ما يدخل بالامتحان هن أصلا أصلا بالظروف العادية هن ما مطلوبات شانا ماكو سؤال بالبكالوريا يقول لك الطيني الكلمة ومعناها هاي ما الكلمة ومعناها أنت تقراها أنت تحفظها حتى تفيد نفسك لأنه هو اللغة الإنجليزية لأن لغة أجنبية فتحتاج للمعاني مات على متفتهمه وترجمه وتعرف وتحله بس هن ما مطلوبات ذني القاموس اللي خليهما بالنهاية هذا مو يونت 8 ينتهي بنهايته آخر شي اللي هو هسه هالسنة ما داخل يونت 8 هالسنة ما داخل فبنهايت يونت 8 يجي القاموس اللي هو رح يبدي من صفحة 110 أوكي كل يونت حاطين الكلمات المهمة ومعانيهن اللي يدون سهلوها عليك شوف صفحة 110 يبدي يسهلوها عليك بدل ما تطلع قاموس وتتعلم وتدور والمعنى احتمال كل كلمة بيها معاني كثيرة فحاطي لك المعاني اللي تفيدك بدراستك هالسنة هذا ما داخل وما مطلوب بالامتحان الوزاري وكل سنة بصراحة نحكي انه هذا ما يجي من عنده من تقراء انت يفيدك كلمات معانيهن بس ما يجي من عنده بالامتحان اذا تريد تطمئن وتتأكد اكثر هاي اسئلة وزارية ما للعام الدور الاول 2019 اذا تشوفها تجي اسئلة سؤال الاول فرع ايدة يكون قطعة مرئية حتى قطعة خارجية بعد ما اكو قطعة مرئية وهاي القطعة موجودة بالكتاب الملون هاي خصوصا موجودة بال يونت 3 ما الانترنت ما الانترنت واسئلة عليها تكون فرع ا وعليها عشر درجات الفرع ب سؤال الاول الفرع ب يكون القطع الكتاب المتنوعة اكثر هن موجودات بالكراسة واكو من عدهن موجودة بالملون من من كل قطعة سؤال وهم علي عشرة السؤال الثاني دي يكون قواعد الفرع ا اختيار ا ميا قوسيا والسؤال الثاني البي دي يكون توصيل والسؤال كل واحد طبعا يعني عشرة السؤال الثالث دي يكون اما اسقاطات او اختيارات او توصيل متنوع الثالث بس يعتمد على المعاني يفيدك اذا قار القاموس ومفتهمة يفيدك هذا يفيدك فهمك وقراءتك القاموس يفيدك بحل هذا التونين بس هو ما يعتمد على القاموس يعني هذا تشوف كلمات ما بس يجب عندك تحلهم بالفراغ ما لعلاقة القاموس بيهن زين السؤال الرابع دي يكون عبارة عن املاء اضافات معاكسات وهكذا اختصارات وما لعلاقة بالقاموس السؤال الرابع فرع بي دي يكون خط تعيد كتابتها بس تبدي حرف كبير تنتهي بنقطة اهم شي او انا متفهم حسب اشرح السؤال كل فرع علي عشرة بس الانشاء السؤال علي عشرين السؤال واحد وعلي عشرين يصير من مية اذن عرفنا انه القاموس اصلا بكل الامتحانات بكل الاعوام والسنين هو ما اصلا ما مطلوب بالامتحان بس هو يفيدك كذلك كلمة معانية طبعا يفيدك لان هي اصلا لغة انجليزية لغة تراكمية تعتمد على المعاني تستفاد من المعاني كل ما تحفظ معاني اكثر كل ما رح تستعدك لغة اكثر وتحافظ عليها وتحسن استخدامها من خلال القواعد فهيسا الدكشيناري يلقينا صفحة 110 موجود بالكتاب بس ما مطلوب اللي يريد ما يقرأ هم اصلا يعني نزل قرار بي انه مطلوب واذا تقرأت هو ما رح يجي من عند بالامتحان هو بس حتى تتعلم المعاني مع الكلمات يفيد يعني يفيد لل يريد يدرس ويتطور يفيد مثلا من يشوف IT يريد يعرف مثلا واحد ما يعرف فهي مبارمج تكنولوجيا المعنوات المعنى الصحيح مالتها اوكي هش فهمت الفكرة ذني معاني الكلمات القاموس يعني معاني الكلمات الحاط كان المهمات اكو طلاب يحتاجون بعض كلمات اخرى فهو لازم يعتمد على نفسه او يسأل بها بس بالبكالورية شوفتكم نموذج الاسئلة ما يجي هي شي شي اوكي فيا ربي ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشره والدال على الخير كفا عليه مع السلامة